اسلوب العصابات الاجرامية هو ما تنتهجه ميليشيات الحوثي منذ بدء الازمة في اليمن التلفيق والتضليل الاعلامي هو احد تلك الاساليب في قلب الحقائق وتزوير الاحداث هجوم سوق السمك ومستشفى الثورة في الحديدة محاولة تضليل جديدة تضاف الى مسلسل من الافتراءات الحوثية صور الاقبار الاصطناعية اثبتت تورط ميليشيات الحوثي في الهجوم واعلن التحالف العربي ان الاضرار التي لحقت بالمنشأتين سببتها قذائف هاون اطلقت من مكان قريب من موقع الهجوم واضاف التحالف ان الادلة الجديدة اكدت مسئولية الحوثيين عن الهجوم بعد ان تم جمعها في اطار تحقيق شامل يجريه التحالف مع شركاء غربيين اما توقيت تنفيذ الهجوم فكان له مآرب اخرى وهي افشال اي جهود انسانية لمساعدة اليمنيين اذ تم استهداف احد المستشفيات المهمة بالحديدة في اليوم الذي كان يخطط فيه لاطلق حملة للتطعيم ضد الكوليرا وفيما كان يستمع مجلس الامن لاحاطة من مارتين غريفث المبعوث الدولي الى اليمن حول الوضع في هذا البلد ميليشيات الحوثي لم تكتفي بتنفيذ هذه الجريمة بل ذهبت الى حد السعي لاستغلال جثامين الضحايا الذين قتلتهم قذائفها لكن اسر الضحايا رفضت حضور العزاء الجماعية الذي اقامه المتمردون بعد ان تأكدت ان لا احد غيرهم نفذ هذه المجزرة ورفض الاهالي تسليم صور الضحايا الى الميليشيات التي حاولت استغلال فعلتها اعلاميا وسياسيا